افتتح رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الخامسة والخمسين بمركز مصر للمعارضة الدولية تحت الشعار نصنع المعرفة نصن الكلمة وعقب الافتتاح أكد مدبولي أن هذا الحدث أحد أهم الجسور التي تربط الثقافة المصرية بغيرها من الروافد العربية والعالمية كما يمثل امتدادا للدور والتأثير التنويري الذي دائما ما تسهم به مصر في مختلف العلوم والمعارف ولذا تحرص الدولة على رعاية المعرض وعلى توفير كل السبل التي تضمن تنظيم الجيد له لأداء رسالته في ترسيخ ريادة نصر الثقافية كما تفقد رئيس مجلس الوزراء جانبا كبيرا من قاعة المعرض وزار عددا من دور نشر المختلفة للتعرف على محتوياتها والفاعليات التي تقدمها واستمع إلى أراء وتجارب العارضين